السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد وصفة جديدة ان شاء الله دائما الحلويات العيد سنحضر معاكم حلوة رائعة جدا كتجي رقية في الشكل ديالها حلوة غير مكلفة بدون بيت سهلة في التحضير كتجي شيشة كتدوب دوابان في الفم ان شاء الله تجربوها وتنال إعجاب ديالكم خليكم معايا لآخير باش تعرفوا عن المقادير وكذلك باقي ما راح يلتحضر فرجة ممتعة بالنسبة للمقادير عندي كأس إلا ربع من زيت المائدة مايو عادي 140 ميلي كذلك كأس إلا ربع من سكر حبيبات حك دياليا غورت بنكات الفاني ثلاثة ملاعق من النشا أو ميزينة 125 غرام من زبدة كذلك عندي جوجة سشيات من سكر فانيليا طبعا غدي نستعمل هنا نصف ميل عقا من الخميرة خميرة الحلويات و 500 غرام من الدقيق طبعا دقيق خاص بالحلويات بالنسبة للطريقة كناخد هنا واحدة القصرية كنوضع الزبدة سنضيف السكر دائما نخدم الزبدة مع السكر جيدا كذلك سنضيف سكر فانيليا أنا ضفت هنا جوجة سشيات ثم سنضيف رشة ديال الملح لتعديل الدوق نحاول أنني نخدم هات الزبدة مع السكر جيدا بالنسبة للزبدة ضرورية تكون بحرارة المطبخ نوعية الزبدة اللي استعملت هنا يا الزبدة ديال العلبة ثم سنضيف الزيت ضروري نخدم الزيت مزيان مع الزبدة والسكر نحصل على وحد الخليط يكون على شكل بومات حلوة اللي اقتصادية كتجي رائعة جدا كتجي هموية في الشكل ديالها وسهلة سريعة في التحضير أكيد ستجربوها وتعجبكم واتخرجوا الكمية كثيرة طبعا هات المقادير هادو خرجوا لي أنا ستين حبة حلوة اللي تكون يعني متوسطة مشي كبيرة بزاف كذلك مشي صغيرة كما تتابعوا معايا في الفيديو سنضيف هنا يا الياغورت ضروري الياغورت هنا يكون كريمي طريقة اللي سهلة بالتالي كانت حصل على وحد الحلوة كجي رائعة جدا سنضيف الانشاء طبعا هنا يستعمل ثلاثة ديال المعالق ديال الناشا او ميزينة سنضيف هنا نصف ملعقة من خامرة الحلويات وغادي نضيف هنا الدقيق بالتدريج ما نضيفوش دقيق دفعة وحيدة باش نتحكم في القاوام ديال العجينة ديالي يعني نستمر في اضافة الدقيق بالتدريج ضروري يخص العجينة تكون رطبة نوعا ما كما تلاحظو معايا انايا تقريبا نضيفت 500 غرام كاملة نضيفه الدقيق يعني غير التدريج كما تلاحظو معايا باش نتحكم في القاوام ديال العجينة باش نتحكم في القاوام ديال العجينة نجمحها فقط ضروري هاد العجينة تكون يعني ما تكونش عني قاسها تكون يعني رطبة نوعا ما بالنسبة انا ادخلت 500 غرام كاملة نستمر في اضافة الدقيق حتى نحصل على العجينة او القاوام ديال العجينة المرغوب فيه وكان هادا هو القاوام ديال العجينة اللي تحصلت عليه ان العجينة تكون رطبة ونحاول الان اني نشكلها هنا انا شكلتها حلوة اللي متوسطة بالنسبة للحجم بكلكم ديرها صغيرة على هاد الحجم اللي درت انا او تكبره طبعا الفررر راني مشغله على 180 درجة كما كتلاحظوا انا خرجت لي هنا يغجوش ديال السناوة كما قلت لكم يعني خرجت لي 60 حبة وقدنا ندخلها الفررر نشأل عليها النار من التحت طبعا النار تكون مهيلة تاخد لي غير هاد اللون هادا يعني تجيها كامدهبة كما كتلاحظوا ما نخليها شعني التحمر مزيان عندي هنا الكوكاو طبعا اللي حمرته وهرمشته على هاد الشكل ثم عندي شكلت بيض اللي دوبته في بانماغي غدي نضيف ثلاثة ديال الملاعق ديال الكوكاو للشكلت طبعا هاد الزين هادا يجي رائع كما غدي تلاحظوا معايا في الفيديو خديت هنا واحد البلاتو اللي فرشت لها الكيس بلاستيكي باش ما تلسقش ديك الحلوة في البلاتو وبالنسبة للطارقة يعني واضحة امامكم كان اخد واحد الفرشيطان ووضع فيها الحلوة ديالي ونحاول لاني نبقى نرش عليها هاكا الشكلت فنندهن هاكي ما على الطارقة المهم يعني طارقة واضحة يعني حسين ما نغطسه الحلوة في الشكلت يعني كاملة قادي نزينه ها يبهد الورد كانت تبقى يعني اختيارية يمكنكم استغناء عليها وغادي نستمر بنفس الكيفية حتى نسالي الحلوة ديالي كاملة وكان هداو الشكل النهائي ديال الحلوة اللي حدرت معاكم فعلا كتجي رائعة كما كتلاحظوا في الصورة يعني الصورة قتعبر على نفسها حلوة كتجيه شيشة كتدف الفم كما كتلاحظوا يعني سهلة بمكونات بسيطة وقتصادية وكذلك سريعة في التحضير لا أعجبكم هادلا فيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة لأول مرة كي شاهد القناة ديالي وكذلك كنتمنى انكم توصلوه الاكبر عدد من لايكات وإلى اللقاء في الملتقى مع فيديو